هواتف هذا الشهر الاقتصادية كانت متنوعة من حيث الشركات حيث هناك هواتف من ريلمي أوبو موتورولا نوكيا وحتى LG اربطوا الأحزمة وهي بنى مع أفضل الهواتف الاقتصادية لشهر أغسطس بسعر أقل من 250 دولار البداية مع ريلمي V5 5G نسخة رام 6 جيجا بايت بظهر زجاجي جذاب وواجهة محمية بطبقة غوريلا جلاس مع كاميرا على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة شاشة الهاتف الكبيرة بمقاس 6.5 إنش بدقة Full HD Plus مع ترد التحديث 90 هرتز المعالج ثماني نوا من شركة ميديا تيك جيد للاستعمال المكثف وفوق المتوسط مع ذاكر التخزين 128 جيجا بايت نجد أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 16 ميجا بيكسل أخيرا يأتي الهاتف مع ساعة بطارية ضخمة بساعة 5000 ميلي أمبير مع دعمه للشحن السريع سعر الهاتف 215 دولارا للسخة رام 6 جيجا بايت ثانيا Realme C12 هاتف من شركة Realme الصاعدة تميزه البطارية الضخمة بساعة 6000 ميلي أمبير غير هذا فالهاتف يأتي بهيكل بلاستيكي وشاشة بمقاس 6.5 إنش بدقة HD Plus بالنسبة للعتاد نتحدث عن معالج من MediaTek Helio G35 جيد للاستعمال المتوسط مع رام 3 جيجا بايت وذاكر التخزين 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل تلتقط صورا لا بأس بها أما الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بيكسل لالتقاط صور سالفي عادية سعر الهاتف يصل إلى 128 دولار ثالثا Oppo A53 هاتف بتصميم جذاب ومواصفات منافسة وقوية شاشة الهاتف بمقاس 6.5 إنش بدقة HD Plus بتردد تحديث 90 هرتز يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 460 من شركة Qualcomm جيد للاستخدام المتوسط بجانب رام 4 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 جيجا بايت بالنسبة للكاميرات فأتي الهاتف مع ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل وثانية لتصوير صور ماكرو والأخيرة للعزل عن الخلفية حب ذا لو أضافوا الكاميرا للتصوير بزاوية واسعة الكاميرا الأمامية جيدة وذتقط صور سيلفي رائعة حيث تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بجانب كل هذا فالهاتف يحمل بطارية بساعة كبيرة تصل إلى 5000 ميلي أمبير سعر الهاتف يبدأ من 175 دولاراً رابعاً نوكيا C3 هاتف عادي من نوكيا تحور من خلاله الحفاظ على اسمها في سوق الهواتف الاقتصادية حتى لو كان في آخر قائمة خيارات المستخدم يأتي بتصميم قديم وحواف كبيرة مقارنتاً مع الهواتف الحديثة شاشة الهاتف بمقاس 6 إنش بدقة HD بلس ويعمل بمعالج من شركة يونيسوك صالح فقط للاستخدام الخفيف تحت المتوسط مع رام 3 جيجا بايت وذاكر التخزين 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل أخيراً البطارية بسعة 3040 ميلي أمبير وسعر الهاتف 100 دولار خامساً ريدزمي 9 برايم هاتف أطلقته شاومي هذا الشهر يعد فقط إعادة تدوير لهاتف ريلمي 9 الذي أطلقته في شهر يونيو شاشة الهاتف بمقاس 6.53 إنش بدقة Full HD بلس محمية بطبقة غوريلا جلاس 3 واتي بمعالج هيلو جي اي تي من ميديا تيك جيد للإستعمال المتوسط مع رام 4 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 جيجا بايت الكاميرا الخلفية رباعية تأتي الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 مع كاميرا ثانية للتصوير بزاوية واسعة وثالثة للتصوير الماكرو ورابعة للعزل عن الخلفية أما الكاميرا الأمامية فهي جيدة وتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل سعة البطارية كبيرة وتصل إلى 5 أف ميلي أمبير وسعر الهاتف 135 دولار سادساً LG K31 نادراً ما تطلق شركة LG هاتفاً في الفئة الاقتصادية يأتي هاتف LG K31 بشاشة 5.57 إنش بدقة HD بلس مع معالج هيليو P22 جيد للاستخدام المتوسط كنا نفضل ساعة رام 3 جيجا بايت على الأقل بدل 2 جيجا بايت كما يقدم ذاكرة تخزين 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 مع كاميرا ثانية للتصوير بزاوية واسعة بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عادية بدقة 5 ميجا بيكسل ساعة البطارية 3000 ميلي أمبير سعر الهاتف 150 دولاراً سابعاً موتو G9 بلاي هاتف من موتورولا بشاشة 6.5 إنش بدقة HD بلس ومعالج سناب دراجون 662 من شركة كوالكم جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 4 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 جيجا بايت تتلكدر الخلفية بثلاث عدسات في إطار مربع في المنتصف الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة واسعة 1.7 تلتقط صوراً رائعة بالإضافة إلى كاميرا ثانية ماكرو وكاميرا ثالثة للعزل عن الخلفية الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل جيدة لالتقاط الصور السلفي يأتي الهاتف بسعة بطارية كبيرة تصل إلى 5000 ميلي أمبير سعر الهاتف 100 دولار كانت هذه أفضل الهواتف الاقتصادية لشهر أغسطس شاركنا الهاتف الذي نال إعجابك في هذه القائمة كما لا تنسى ترك رأيك حول التطور الذي تشهده الهواتف الاقتصادية هذه السنة موعدنا الشهر القادم مع هواتف شهر سبتمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر